ونتجه أكتر بقى لجد وتيتا أو للحمى والرجل والمرأة منهم يعني أنت إيه رأيك؟ إحنا أنا الآن زوجين والحمى أو الجد الكلام إحنا نوجه كامل دلوقتي عايزنا نوجهه لمن؟ نوجهه للتنين يعني نقول للزوج والزوجة نعمل إيه؟ وفي حالة لو ده حصل هو يدافع إزاي برضو لأنه ده بيحصل ويرد ونوجه بقى للحمى دي مرة تانية آه، دي مرة تانية؟ بس إيه أنا عايز بقى دلوقتي تقولهم نصيحة صغيرة يعني برضو لأنهم متفرجين ومشاهدين في بيت على الصخر أنه إزاي بس أهمية أن أنا ما تدخلش وإزاي ده ممكن يخرب بيوت فعلا يعني أن أنا أتدخل إذا كان تعليق سلبي أو أمر سلبي جوه البيت إزاي ممكن ده يؤدي لخراب البيوت أصلا؟ ده دور جده بقى ممكن مرة تانية دور جده دور تيتا دور جده وتيتا هو دور مشير مشير دور كده راجل كبير شاف دنيته شاف الدنيا كلها بيحكي بيقول مواقف وبيحكي والمشير هو اللي بيقدم النصايح مش عليك إلزامي بيها ولكن بتقول هالي أخد بيها وما أخدش بقى دي بتاعتنا دي بقى عايزة قاعدة طويلة إزاي جده يبقى يوصل مع تيتا اللي أنا عارف أكتر منه كب كتير تيتا أيا عارف كل الكام ده كله دي قصتها هي بس أولي وأنا أسمعك وإحنا ما نعمل أنا عايز أوصل نقطة بقى الزوجة بقى هي دلوقتي الكلام اللي جي من برة جي وحش خلاص أنا ميجع بيه أنا مش عايز أمسك في المشكلة دي أنا عايز أمسك في الحوار هنا بين الزوج والزوجة هيعمله إيه هيقده دلوقتي إزاي دلوقتي المشكلة عندنا مش عند تيتا ولا عند جده مش عنده أنا ميجع بيه أنا برجو أرجع أقول أنا مش عايز أحمل شماعة الأخطاء على الآخرين أنا أتحمل الأول واشوف خطأي فين واشتغل عليه والحاجات الثانية تتحل بقى مع الوقت هم مبرحاتهم أنا مش غير تيتا مش غير أمي مش غير حماية مش غير حماتي ودي مشكلة ثالثة مشكلة في صدمة أول سنة الجواز هو داخل تتجوز أنا أخليه بقى قديس أنا أخليه بقى هيخس 50 كيلو التوقعات الخيالية ما دي مشكلة صدمة أن هي عايز أتغيره لا مش أتغيريه زي ما أنت خطيها أفضل زي ما هو تغير بالحب بس يتغير باللي أنت تعمل فيه الفكرة بقى هم بعد ما تيتا وجده قالوا الكلام ده كله أنا بقى المشكلة عندي أنا أنا أقدر إزاي هندل الدنيا ما استنياش إن هي ترد أنا اللي أرد على والدتي أو هي ما تستنيش أرد على حمايتي ده هي بجمال وبحلاوة يا ماما إحنا عارفين مزبطين الدنيا أنا ساكت ما هي ترد يا ماما إحنا هنسافر للمصيف لوحدنا أنا ما ردتش ماما تيتا تسمع إن حمايتي تسمع الكلمة دي تسكت خلاص البنت قالت عارفة لو أنا قلت إحنا رحلين مصر بمحدش يدعو بينا لا بيكبرها لو أنا قلتها بقى هي تقول ما هو مماشي الدنيا هو اللي عامل إبقى أصبح الكلام أن أنا الغلطان أو حقيقي هي ممكن ما تقبلش مني الكلمة بس تقبلها من بنتها وأبوي يقبل الكلمة مني ما يقبلهاش من مراطس أي كل واحد يتعامل مع أسرته يعني في المشاكل هما كلهم يتعاملوا مع بعض في النقطة دي في فكرة التعليقات اللي بيواجه التعليق هو الإبن نفسه أو الإبن نفسه عشان مرعا لوجود مشاكل أموت هيئلي ده لما يحصل هيوصل رسالة لبابا وماما بشكل غير مباشر إحنا متفقين إحنا جابها واحدة ودي حاجة حلوة جدا ومشاكلنا ما نطلعش بره خالص أحد المشاكل إن إحنا بنطلع مشاكلنا بره إحنا مفيش بابا وماما يعرفوش عنينا أي حاجة ده الممنوع إن أبويا وأمي أبوها وما يعرفوا أي حاجة عنينا من مشاكل يعرفوا حاجات حلوة بس يعرفوا حاجة مشاكل لا يعرفوا مشاكل إزاي تخيلي حضرتك الزجين هو مثلا نزل زعلان منها ما شايفش كوبات النسكافية راح لماما ماما بقى تعال يا حبيب أنت ما فطرتش ما فطرتكش تعال البيت بالباسترم وكوبات النسكافية وخدي سندوتشات معك في الشغل وماما بقى أصلي هي عملت فيها أصلي هي سويت فيها أصلي أصلي هي عمال بقى قول فيها هي بقى دمخها تكبر والواد مش مفصوط والأمي بالعيلان وهي بقى الزوجة قاعدة في البيت أنا لأنها صالح ما ينفعش كده ده أعمل له حاجة حلوة وتحضر له أكل وتحضر له الليبس وتعمل له كل حاجة وتقمستني هي بقى إيه حاجة ما حصلتش والأم عمالة تنكت وتكبر الدنيا في دمخها هو راح شغله ورجع وهي بقى إيه تكلم أبوها وتكلم حمه وتكلم خلانه وتكلم قريبه وليجي من البلد والمرة حصلت حاجة زي كده وجيهم الناس من البلد يحلوا مشكلة هو رجع من شغله ومتعاكن لقى بقى أسفة وحقك علي يا حبيبي وما حصلتش حاجة ويلا نخرج ناكل بر وخرجوا هما الاتنين يأكلوا بر والناس بقى بيشوفت المشكلة هو جاي يطلع العمارة دي دي العربية دي بتاع تعمل اللي في أسيوت ودعب إيه اللي جاب الناس دول احنا جاييني نحل المشكلة مشكلة ايه عم مفيش مشكلة ده خلصت أصله هما كانت انت تخلط معاها هو الحاجة تحلت وخلصه هما خرجوا ويتفسحوا وماما كبرت الدنيا مشكلة كبيرة أي مشكلة يعني يعني المشكلة النساءات كتب مننا بيقعد هو عارف هو عمل إيه يا ماما اقول لعروسة يا بنتي قليلي عمل إيه لا هو عارف عمل إيه قل له هو عمل إيه ما عرفش عملتلها هي ذالنا من إيه هو أنا مفروض أعرف جواكي إيه حكي اتكلمه طبعا دي في الفيسيولوجيا بتاعت المرأة أن هي متوقعة لقدامها يعرف هي فيها إيه او او لازم ونفس الكلام هو مفروض يتكلم يقول لها أنا ذالنا من الحركة دي كل دي ألغام في أول سنة جواز بتفتح ممكن واحد تقول ذالنا من جزء مئة مرة ليه أصلا هو ما بيحطش برفان هو نازل طبعا تقولي له أنت قلت له الكلمة دي خلص الموضوع هيحظ طريقة حلو يعني قولي بس بطريقة بطريقة حلوة وبطريقة جميلة أكيد هيقبل ده